السلام عليكم و أتمنى أن تكونوا بخير و على خير و أهلا بكم على قناتي إذا كنتم أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس وأيضا تركوا لي تعليق مشجع باش نستمر أكثر و أكثر فيديو ليوم شاء الله هو فيديو قمت بتصويريه قبل ثلاثة أشهر يعني قبل السفر يعني قبل الصيف يعني فوق فوقت الرابع يعني ما بقاش عندي الوقت حتى أعمل له المونتاج لهدفه اليوم حتى الوقت سوف نشتغل مفرش مفرش ممكن أنه يتغير الحجم حسب سمك الخيط آندي هي سمك رقيق لهدفه استعملت يعني بكرتين من نفس الخيط وأيضا حتى تظهر الغرز بشكل واضح في الفيديو مثل ما قلت ممكن أن يستعملوا أيضا خيط ساميك لأنه عبارة عن مفرش الذي يوضع أسفل أسفل الصحون لدى البركاتي الله سوف أشتغل عقلة البداية ثم سلسلة من أربعة غرز ثم سوف أشتغل مزلقة في بداية الغرزة استعملت سنار مقاس أربعة لأني استعملت بكرتين من الخيط سأعيد عقلة البداية سلسلة من أربعة غرز ثم مزلقة في أول غرزة بهذا الشكل سوف أرتفع بسلسلة واحدة وداخل الدائرة سوف أشتغل ستة آآ آآ حشو ستة غرز حشو آآ بنسبة البكرتين آآ فا يعني احتجت آآ ثلاث بكرت ثلاث بكرت يعني أنهيت البكرتين واشتغلت واحدة عملتها على اثنان هنا اشتغلت مزلقة طبيعة الحال في بداية الغرزة سوف أرتفع غرزتين نعتبرهم كنصف عمود وفي نفس مكان الارتفاع دائما نفس مكان الارتفاع سوف أشتغل نصف عمود نعيد مرة أخرى ما بعد ما اشتغلت مزلقة سوف أشتغل آآ هنا سوف أعيد لأن اشتغلت عمود بلفاء وإنما سوف أشتغل سوف أعيد مرة الأخرى سوف أرتفع بسلسلتين ثم سوف أشتغل نصف عمود في نفس المكان مرة اخرى في الغرزة الموالية اثنان نصف عمود في الغرزة الموالية اثنان نصف عمود حتى انهي خمسة غرز حشو التي لدي لانو السجدسة هي المكان الارتفاع اللي احنا ارتفعنا نرتفع بسلسلتين نعتبرها مكان نصف عمود واحد ثم اضيف نصف عمود في نفس مكان الارتفاع المجموع اثناني وفي الغرز الموالية اثنان نصف عمود اثنان نصف عمود اثنان عمود حتى انهي الغراز. سوف انهي كامل الضور ثم اعود لكم. دائما نشتغل منزلقة. هنا اشتغلت منزلقة. سوف ارتفع بثلاث غراز ثم سلسلتين يعني المجموعة خمسة. ثلاث غراز نعتبرهم كعمود بلفا وسلسلتين المسافة. سوف اشتغل عمود بلفا في الغرزة الموالية. بعد مرة الاخرى سوف ارتفع بخفصة سلسلات ثم عمود بلفا في السلسلة الموالية ثم سلسلتين ثم عمود بلفا في السلسلة الموالية وسلسلتين وهكذا حتى نهاية الضور. اشتغل سلسلتين ثم عمود بلفا في الغرزة الموالية. ثم ارتفاع سلسلتين وعمود بلفا في الغرزة الموالية ونستمر بهذه الطريقة. المدى ارتفعنا بخمسة غراز لانه ثلاث غراز نعتبرهم كعمود بلفة. والغرزتين الاخيرتين. نعتبرهم كغرزة المسافة. سوف اشتغل مزلقة في ثالث غرزة. دائما لا تنسوا المسافة السلسلتين. نشتغل في ثالث غرزة. نشتغل مزلقة. بهذا الشكل. الان سوف ارتفع مباشرة بتلات غرز. نعتبرهم كعمود بلفة. فوق العمود السابق هنا. مثل ما اشرح لكم. الالف الفارع سوف اشتغل ثلاثة عمود بلفة. فوق العمود مباشرة يعني فوق العمود السابق مباشرة سوف اشتغل عمود بلفة اخرى. مثل ما اشتغلت في الاول. وهنا مباشرة فوق العمود. عمود بلفة. وفي الفراغ نشتغل ثلاثة عمود بلفة. في الفراغ نشتغل ثلاثة عمود بلفة. وفوق العمود السابق نشتغل عمود اخر. عمود بلفة اخر. ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من الضور. بعد ما نكونوا ملأنا كل فراغات الضور السابق. اذا وصلتم لهذا يعني هذا المقطع اتمنى ان تشترك في القناة اذا لم تكونوا مشتركة وتفعلي الانجرات حتى يصلكم كل جديد. ويتمسوا ايضا وضع لايك او جيم. اه وتعليق اذا احببتم اه اه بالنسبة لي انني استمر واعطي المزيد. سوف استمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور اشتغل مزلقة بشكل عادي جدا. هنا مزلقة في ثالث غرزة. الان في نبس المكان متل ما تلاحظون سوف ارتفع بتلات غرز. اعتبرهم كعمود بلفة. وفي نفس مكان الارتفاع هنا متل ما تلاحظون لديها فتحة صغيرة جدا. او دائرة صغيرة جدا. في نفس مكان الارتفاع هنا. سوف اشتغل مرة اخرى عمود بلفة. اصبح مجموع اتنان عمود بلفة في نفس الغرزة. اتمنى ان يكون واضح. الالف ثلاث غرز منفصلة. الالف ثلاث الغرز المنفصلة سوف اشتغل عمود بلفة واحدة في كل غرزة. يعني ثلاث اعميدة في غرز منفصلة. الاولى ثم الثانية. والثالثة. والثالثة. الالف الغرزة الموالية سوف اكرر مرة اخرى. اثنان عمود بلفة في نفس الغرزة. يعني كاني اشتغل تزايد اه تزايد الدائرة. اثنان عمود بلفة في نفس الغرزة. وكل عمود بلفة في ثلاث غرز منفصلة. يعني ثلاث اعميدة في غرز منفصلة. وسوف نستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور ثم نشتغل منفصلة في ثالث غرز. انا احيان لا لا اصور المنفصلة لانه حتى لا يكون فيديو طويل لاختصر الكل يعرف اشتغال بالمنفصلة. المهم البطرون وطريقة المفرش. اثنان البعض للطريقة حتى نهاية الدور. بعد الشكل يعني هنا فقط اوضح لكم ان كنت تشغل العمودة في نفس المكان. وثم ثلاثة عمودة منفصلة. هنا فقط تركت لكم الغرزة حتى يكون يعني حتى تأكد انه العمل صحيح. يجب ان يتضل آآ آآ سلسل ثلاثة ثلاثة فارغة آآ حتى نشتغل بها عمود بلفة واحدة في كل غرزة. لانه نحن بدأنا بسلسل بعمودة في نفس الغرزة. سأشتغل منطلقة في آآ ثلاثة غرزة من ثلاثة غرز الارتفاع. ثم سوف نرتفع. بعد شكل المفرش كمبدئيا. سوف نكرر نفس هذا الطول لكن سيكون اختلاف بسيط. سوف ارتفع بثلاثة سلاسل اعتبرهم كعمود بلفة ثم سلسلاتين كمسافر مجموعة خمسة سلسلات ثم سوف نترك سلسلة فارغة واشتغل. اترك سلسلة فارغة واشتغل في الثانية عمود بلفة. ارتفع سلسلتين ثم نترك غرزة فارغة واشتغل عمود بلفة في الغرزة الموالية. نرتفع بسلسلتين مسافة ثم اشتغل عمود بلفة في الغرزة الثانية. نترك واحدة فارغة وفي الثانية نشتغل عمود بلفة سلسلتين مسافة. نستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الضول. ثم نشتغل مزلقة في ثالث غرزة من ثلاثة غرز الارتفاع. ظل معي سلسلتين. هما سلسلة المسافة. كما تلاحظون فظل معي غرزة فارغة حتى يكون العمل صحيح يجب ان تظل معكم سلسلة فارغة. ساشتغل مزلقة في ثالث غرزة. بهذا الشكل ثم سوف ارتفع بثلاث غرزة. ارتفعهم كعمود بلفة فوق العمود السابق كما اشتغلنا في الطور في الادوار الاخرى. سوف اشتغل اثنان عمود بلفة في الفراغ مباشرة في الفراغ اثنان عمود بلفة. سوف اشتغل فوق العمود السابق. سوف اشتغل فوق العمود السابق عمود بلفة. ثم هنا في الفراغ سوف اشتغل اثنان عمود بلفة. هنا اثنان عمود بلفاء وليس تلاتة. لدي خطاء هنا. برنا الشغل فقط اثنان عمود بلفاء. يعني فقط اثنان عمود بلفاء. وليس تلاتة. فقط تأكد من الاطلون. لكن اه اتصوير يعني الخطأ سوف نشغل فقط اثنان عمود ولوفاء وعمود كلفاء فوق مباشرة فوق العمود السابق. ممكن يعني تتركوها اه في الفراغ طلاث عمود بلفة يعني لن يكون اي اختلاف فقط هيكون الحجم اكبر. اه ممكن ان كنت اشتغلنا حسب البطرون اثنان عمود بلفة في الفراغ وليس ثلاثة. سوف نستعمل بهذه الطريقة حتى نهاية الضور ثم سوف نشغل الضور الموالي. سوف نرتفع بثلاثة سلسلات سنعتبرهم كعمود بلفة وفي نفس في نفس الفراغ هنا هنا في نفس الفراغ. سوف اضيف مرة اخرى اعمل بلفة واحدة المجموعة سوف يصبح لنا اثنان عمود بلفة. وسوف اشتغل خمسة عمود بلفة في غرز منفصلة. خمسة عمود بلفة في غرز منفصلة. والخامسة. في الغرزة الموالية سوف نشغل اثنان عمود بلفة في نفس الغرزة. اثنان عمود بلفة في نفس الغرزة. ثم سوف نشتغل خمسة عمود البلفة في غرز منفصلة. وسوف نستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور. ثم نشتغل مزلقة في ثالث غرزة من اول ثلاث غرز الارتفاع. التلزم الى الغرزة. تلاحظون الآن في نهاية الدور. سوف تلاحظون انها مزلقة في اه هناك بعض التموج اه في هذا الطور لانه مثل ما قلت اشتغلت في الضوء صعب خطأ ان اشتغلت ثلاثة اعمدة في نفس المكان. اه خلصا انه طريقة اليد اه طريقة اشتغالي اه الكخوشي وطريقة مسكي للسنار والخطفة هي اه بدا الشيء صعبة. اه لكن اذا انتم اشتغلتم طريقة يعني عادية لن يكون اي تموج او ممكن انكم تشتغلان فقط اه اتن عمود بلفة. هنا اه سوف اشتغل اه من بعد ما عملت منظلقة نعتبرها كمنظلقة. سوف اشتغل عمود بلفة في الغرزة المولية. عمود بلفة في الغرزة الثانية. عمود بلفة في الغرزة الثالثة. ثلاث مرات. سوف ارتفع بسيث ثلاثين. ثم سوف اشتغل ثلاثة اعمدة في الغرز منفصلة بدون ترك اي فراغ. ثانية ثم الثالثة. لان سوف اشتغل منظلقة. مثل ما اشتغل في الاول في بداية الدور دائما نشتغل منزلقة عند نهاية الدور. سوف نتركها هكذا يعني نعتبرها كاول منزلقة. بهذا الشكل. الان سوف اشتغل من بعد ما اشتغلت منزلقة اه سوف نشتغل تلات اعميدة اه في غرز منفصلة. ثم سوف ارتفع بسلسلتين واشتغل تلات اعميدة منفصلة بدون ترك اي فراغ. ثم سوف اشتغل منزلقة في الغرزة الموالية. بهذا الشكل سوف نستغل بهذه الطريقة يعني حتى نهاية الدور اه كي نقوم بتزلين حاشية الدائرة بهذه الطريقة. اه نعيد مرة اخرى من بعد ما اشتغلنا منزلقة في غرزة الموالية مباشرة سوف نشتغل تلات اعميدة في غرز منفصلة ارتفع سلسلتين ثم تلات اعميدة في غرز منفصلة ثم منزلقة. متل ما يبدأنا منزلقة ننتهي من منزلقة. سوف نستمر بها بطريقة حتى النهاية الدور ثم نشتغل الدور الموالي. متل ما قلت اذا انتم بتشتغل الطريقة التي اشتغل بها اه متل ما تلاحظو زفت تجدال اصبع السبابة. فهو احمر او يعني بنفس الشي لهدف طريقات مسكي للخيط والكروشي فهي صعبة بعد الشيء لهدف دائما يحصل لتموج اه في المفارج. انت ما اشتغلها اذا يعني حتى تتجنب المشكل فاشتغلها فقط عادي اه اتل عمود بنفا في ذلك الدور الذي تكلمنا عنه. هنا سوف نشتغل اه سوف نشتغل مزلقة في نفس المكان الذي اشتغلنا به مزلقة في الدور السابق. اه اه فوق الفوق العمود سوف اشتغل حشو. فوق العمود الثاني حشو. فوق العمود الثالث حشو. وفي الفراغ سوف اشتغل حشو سلسلتين حشو. بعد مرة اخرى نشتغل منزلقة في المكان الذي اشتغلت به منزلقة في الدور السابق. ثم حشو. سوف اشتغل حشو في العمود الاول من الجهة اخرى. حشو في العمود الثاني. وحشو في العمود الثالث. ثم منزلقة في المزلقة فوق منزلقة السابقة. منزلقة فوق المزلقة السابقة. نفقط احاول ان يعني احسن من زوم حتى يظهر لكم فقط المكان منزلقة. سوف الان نستمر. حشو في العمود الاول. حشو في العمود الثاني. ثم حشو في العمود الثالث. ثم حشو في الفراغ. وارتفاع ثلاثة غرز. وحشو في نفس الفراغ. سوف نستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الضور. نكونوا قد انهينا هذا المفرج. سوف نشتغل فقط في نهاية الضور منزلقة. يعني سوف نشتغل فقط منزلقة. اه انا احاول دايما نشتغل منزلقتين. اه سوف نشتغل منزلقة في مكان المزلقة السابق. ونرجع نشتغل منزلقة يعني في اي مكان. اه اي مكان. حتى فقط لا يكون فراغ بين المتلاتات. يعني حسب الرغبات. ثم سوف ارتفع بسلسلة واحدة. واقص الخد بهذا نكون انهينا هذا المفرج. اه ميت ما قد. فالمفرج سوف يكون. سوف اه هذا هو الشكل نهائي المفرج من بعد ما يعني انهيت المزلقة. اه متل ما قلت. فالخطأ انني هنا اشتغلت. اه تقريبا هنا اشتغل ثلاثة عمود بلفة. انما يجب ان اشتغل اثنان عمود بلفة. متل ما تلاحظون. فالمفرج به بعض التفافات. التفافات. يعني هكا يعني مجتمع في بعض الاماكن لهذا. فالخطأ هنا انني اشتغل ثلاثة عمودة. بدل اني اشتغل عمودة فقط. عمودة بلفة فقط. يعني انتم اشتغلين فقط عمودة بلفة. يعني حتى يكون المفرج يعني مسطح تماما تماما. انا طبيعة الحل سوف اعيد فتح الخيال واعيد اه يعني اعيد يعني الشغل بالمفرج. او اني اشتغل به شيء اخر. المهم انه اه تشتغل اذا عمود بلفة في هذا الدور. اه هذا هو شكل مفرج. مثل ما قلت. فالحجم يختلف. يعني اذا اشتغلت بخيال ساميك في يكون المفرج تقريبا اكبر من الذي لدي. اشتغلت بثلاثة بكرات صغيرة. يعني الحجم تقريبا اه خمسة عشر اجرام. فقط يعني اشتغلت بها تلاث. اشتغلت تلاث بكرات. فقط. فهذا بشكل نهائي. انا اشتغل يكون المفرج اللي اعجاب لكم برغم من يعني هاد التانيات هادو. اه لكن انتم تشتغلانها افضل لانه انا دائما اركز في التصوير بدل ان انا اركز في البطرون. في البطرون امامي وكل شيء امامي لكن لكن عندما اركز في التصوير وانا يكون الصورة واضحة. فا اه يعني اه هذا خلي ان انا اشتغل خطأ واكتشفته بعد ثلاثة اشهر. بعد ثلاثة اشهر. يعني انا فقط اشتغلت فقط جزء من المفرج. اما في الاخير يعني في الاخير. في الظل اخر اشتغلته فيما بعد. المهم. اتمنى ان شاء الله يكون مفرج اللي اعجاب لكم. انكم اشتبقوا. اتنسوا الاشتراك بالقناة. تفعيل جهاز حتى يصلكم كل جديد. وتركوا ليه لايك لايك اذا اعجبكم الفيديو. اه دمتم بخير. مع السلامة.